أعتقد تمديد إعارة رمضان صبحي من الممكن أن يكون شل من عليك الضغط شوالي لأنه أحد أبناء النادي ودائما متواجد في النادي ومن هو صغير برضو في النادي للأهلي ورمضان من اللعيبة برضو اللي عندها حماس وغيرة وكيف ترزجي ورمضان لما تلقى كابت الإسلام يعني فرقوا معنا فنيا نادر أهلي كلوج يعني كنت أقول دايما لنا جناحين بنعرف نطير بيهم الفترة دي ومن الناس اللي ساهمت نحن نجيبتكم فدرالي يعني بتمنى لترزجي التوفيه إن شاء الله في مسيرته ورمضان رمضان أنا من الناس اللي بشوفتنا رمضان عنده كتير جدا 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 يقدمه لنا لسه كمان عنده كتير جدا رمضان ما قدمش لسه في الرجوع الأخير رمضان أخي الصغير ورمضان تعملوا كزا إخواتك الصغيرين لا رمضان أخي الصغير رمضان يعني قعد معي برضو كتير وفي مواقف كتير ما بيننا عمرنا بيها حاجات حلوة حاجات مش حلوة رمضان بيحب النادي طبعا وعنده حب للنادي طبعا بيعارف قيمة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت بيحاول إنه هو يقدم حاجة كويسة لكن مستوى رمضان لو وصل للمستوى اللي احنا عارفينه كسب النادي الأهلي كل مرة هيلأ هيفرق معانا بشكل كبير جدا رمضان لعب كبير كشخصية وعنده عنده بس هو محتاجي ما يشبتتش نفسه الفترة اللي جاية يركز في الملعب هنشوف نسخة رمضان صبحي هتبقى حاجة محترمة جدا جدا هيفرق مع النادي الأهلي بشكل كبير بتمنى له التوفيق ورمضان إن شاء الله من الناس اللي مرتبطة بالنادي يعني فاتمنى له التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية وهو من الناس اللي بحبها رمضان جدا ترجمة نانسي قنقر